مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 28 أصف تغييرات المادة Je décry la transformation de la matière إذن أولا ألاحظوا وأتساءلوا لاحظت إطو وهي من سكان جبال الأطلس أن الثلجة يكسو قمم الجبال في فصل الشتاء ويختفي في فصل الصيف وأرادت أن تعرف السبب إذن لاحظوا في هذا المشهد هذا مشهد من منطقة مدينة إفران إذن هذه المنطقة هذه من مناطق الإفران فلاحظت إطو وهي من سكان جبال الأطلس أن الثلج يعني الثلج يكسو قمم الجبال في فصل الشتاء ويختفي في فصل الصيف وأرادت أن تعرفها السبب وأرادت تعرف يعني لماذا الثلج يكون في الشتاء وما يبقاش في الصيف فهنا سنطرح التساؤل وسنتساءل مع إطو ونكتب إذن أتساءل ما سبب تكون الثلج ومتى يختفي ما سبب تكون الثلج أشكلك يخلي الثلج تكون ومتى يختفي ومتى يختفي ومتى يختفي ندره على ما تستفع إذن ما سبب تكون تكون الثلج ومتى يختفي ثم سنفترض إذن أفترض إذن درجة الحرارة المنخفضة إذن درجة الحرارة المنخفضة جدا قلنا درجة الحرارة المنخفضة جدا هي سبب تكون الثلج إذن كيف أن درجة الحرارة المنخفضة هي السبب تكون الثلج فمن اللي كي تبخر الماء الماء ديال البحار والماء ديال البرك والأنهار والوديان فهذا البحار كي تصاعد السماء يعني الأعلى فإلا كالجو يعني إلا كانت الغيوم أو السحب درجة الحرارة المنخفضة جدا فتتساقط الثلوج كانت درجة الحرارة المعتدلة فكتساقط الأمطار أما إما الثلج أو البارد اللي هو التبروري فكيكون الغيوم يعني درجة الحرارة المنخفضة جدا فلذلك تتساقط إما الثلوج أو البارد كذلك قلنا ومتى يختفي يعني قلنا درجة الحرارة المنخفضة جدا هي سبب تكون الثلوج ونقوله يختفي يختفي عند ارتفاع درجة الحرارة يختفي عند ارتفاع درجة الحرارة إذا قلنا ثم أفكر ثم أفكر ثم أنجز النشاط أجرب أضع قطع الجليد في إناء قد نوضع قطع الجليد في إناء ثم أضعه فوق موقد نار كما هو مبين في الوثيقة جانبه ونوضعه فوق موقد النار كما هو مبين في هذه الصورة الوثيقة الثانية أضعوا سطحا باردا في مواجهة البخار المتصاعد الوثيقة الثالثة ثم أضعوا ما تجمع في الإناء الآخر في مجمد الثلاجة وحددوا التغييرات التي طرأت على الماء يلاحظوا عندنا في هذه الصورة هذه كانوا وضعوا قطع درجة أو درجة الجليد في أحد الإناء وكانوا وضعهم فوق موقد أو لفوق النار ثم بعد انصهار الجليد لاحظوا انصهار الجليد أضعوا سطحا باردا يعني واحد سطح بارد تبصيل أو لا يعني شي حاجة اللي هي باردة في مواجهة بخار الماء يعني ذلك البخار اللي كي تصعد غدي يضرب في واحد سطح بارد هاد الوثيقة دائما ثم أضعوا ما تجمد في الإناء الآخر في مجمد أو ما تجمع في الإناء الآخر في مجمد الثلاجة ثم هاد الماء اللي حصلنا له يعني هاد القطرات ديال الماء غدي نعود نوليه ونديرونه في المجمد ديال الآخر غدي نديرهم في الفريجو باش يتجمدوا باش نعود نحصلوا على آآ قطع أو لمكعبات ديال الثلج ثم غدي نبخرو غدي نبخروا هاد الماء هادا نحصلوا على بخار الماء غدي ضرفوا حتى سطح بارد غدي نحصلوا مرة أخرى على القطرات ديال الماء ونعود نحطوهم يتجمدوا وهكذا وكان بقíanوا نحصلوا على نفس نفس العملية فهاكده كدح التساقطات يعني التساقطات بنفس الطريقة تبخر ديال المية ديال الانهار والمحيطات والبحار هذا البخر كيطلع كيتلقى بسحوب لدرجة الحرارة ديالها باردة إذن من اللي كيكون قلنا إلا كانت درجة الحرارة جدا باردة يعني ديالها السحوب فكتسقط إما الثلج أو للبارد كانت درجة الحرارة معتدلة فكتطح الأمطار إذن أحدد تغييرات التي ترأت على الماء إذن تغييرات التي ترأت على الماء فأول حاجة يعني في هذه الصورة هذي انسهار إذن انسهار انسهار قطع الجليد انسهار قطع الجليد ديالأول ثم تبخر الماء تبخر الماء ثم عندنا تكاثف الماء يعني التبخر ملكي يتصعد البخار ديال الماء والتكاثف ملكي تكون هاد القطارات ديال الماء ملكي تلقم على السطح البارد يتكاثف إذن تبخر الماء تكاثف تكاثف البخار تكاثف البخار وعندنا كذلك تجمد الماء هذه تحولت ترأت على الماء انسهار قطع الجليد تحولت إلى الماء تبخر ديال الماء تكاثف ديالبخار ديال الماء ثم تجمد الماء وسمي هذه التحولات إذن تحول الأول نسميه انصهار التحول الثاني تبخر تحول الثالث تكاثف والتحول الرابع تجمد تجمد إذن هذه القطرات تجمد الماء نعود نحطهم في الفريق وكي تجمد انصهار تبخر تكاثف ثم تجمد نمر إلى أستخلص أبني خلاصة تعلماتي باستعمال الكلمات التالية انصهار تجمد الحالة السائلة تبخرا تكاثفا يتحول الماء من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة ويسمى هذا التحول إذن من الحالة الصلبة يعني من الجليد للحالة السائلة الماء ويسمى هذا التحول أشنو كيت تسمى هذا التحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة يسمى انصهارا سمن صهارا ويتحول من الحالة السائلة يعني من الماء إلى الحالة الصلبة ما هي كان وضعها في تلاجة يعني كيقول لي جليد ويسمى هذا التحول تجمدا يتحول الماء من إلى الحالة الغازية ويسمى هذا التحول إذن يتحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية يعني من الحالة السائلة للحالة الغازية للبخار ويسمى هذا التحول تبخرا إذن البخار فحالة غازية للماء تبخرا ثم ويتحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة ويسمى هذا التحول يعني من البخار ديال الماء كي يقول لي قطرات ديال الماء وهالتحول فكتسمى تكاثف تكاثف تكاثفا تكاثفا يسمى هذا التحول تكاثفا لن نعود قلنا يتحول الماء من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة ويسمى هذا التحول صهارا ويتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة ويسمى هذا التحول تجمدا ويتحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية ويسمى هذا التحول تبخرا ويتحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة ويسمى هذا التحول تكاثفا أستثمر وضعت ليلى في مجمد الثلاجة كأسا بها ماء وثبتت فيها محرارا لقياس حرارة الطقس وبدأت تسجل درجات حرارة الماء كل دقيقتين فكانت النتائج إذن فليلى وضعت في مجمد الثلاجة كأس في الماء وتبتت فيها محرار لقياس درجات الحرارة الماء قد تسجل درجات الحرارة كل دقيقتين حالة الماء سائل 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 وصلب إذن درجات الحرارة 20 من اللي الله وضعت الكأس ثم 9 درجات درجتين ثم 0 درجة سفر درجة فهنا بل الماء سائل وصلب يعني مخلط بدك يتجمد ثم سائل وصلب فمن اللي وصلت درجة الحرارة 1 درجة تحت الصفر يعني ناقص ناقص واحد إذن قلنا ناقص درجة يعني درجة تحت الصفر فالحالة دي الماء أولت صلبة ثم ثلاثة تحت الصفر فابقى درجة الحرارة يعني منخفضة والحالة دي المدى فأولت صلبة فهنا قد نمشي أحلل هذه النتائج وأستنتج إذن خلال هذه المناولة يتحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة عندما تنخفض درجة الحرارة لن يتحول الماء تحول الماء لن يتحول الماء من الحالة السائلة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة عندما تنخفض درجة الحرارة لن عندما تنخفض درجة الحرارة درجة الحرارة فتحول الحالة الصلبة ثم لن يتحول الماء من الحالة إذا من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة صليد لكيد من الحالة الصلبة للحالة السائلة يعني من الجالد الماء فهنا سنسخن المكعبة ديال تلج إذا هنا شوف سنسخن الماء ثم من الحالة السائلة للحالة الصلبة فهنا عندنا غف غواجير يعني سنبرد ثم من الحالة السائلة للحالة الغازية يعني البخار الماء فالماء كيخص يصخن إذن نديره هنا شوفه كذلك كيخص الماء يصخن ثم من الحالة الغازية للحالة السائلة يعني من البخار القطرة ديال الماء غفغوديغ يعني الماء فكيولي سائل إلى التكاتفات يعني التكاتف ديال البخار ديال الماء تكاتف البخار فتكاتف البخار من اللي كي يلتقي مع واحد السطح اللي قلنا هو بارد فكي تكاتف وكي نحصل على قطرات الماء إذن غفغوديغ غفغوديغ ننتقل إلى المعجم تحول شنجمان حالة إطان سهار فزيون ذوبان ديسوليسيون تبخور إفابوراسيون تجمع تسوليديفكاسيون والتكاتف كوندونساسيون وبهذا ننهي تمارين صفحة 28 نلتقي في الصفحة 29 كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الرابع والتي ستجدنا إما أسفل الفيديو في صندوق الغصف أو بالروجع إلى البلايليست إلى اللقاء